السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء مع حضراتكم في مادة إدارة العمال الدولية للفرقة الثالثة شعبة إدارة العمال معنا النهاردة موضوع عن أخلاقيات وقيم المهن هنتكلم فيه عن مفهوم وأهمية ومجالات أخلاقيات وقيم المهن وعن أخلاقيات وقيم المهن من واقع المؤسسات والأفراد وعن التنمية ومقاومتها وأخلاقيات المهن وعن الإطار الاستراتيجي لبناء أطر أخلاقية للمهن وحماياتها وصيانتها أولاً تعريف أخلاقيات وقيم المهن هي مجموعة من المبادئ والوسوس والضوابط والقواعد التي تتشكل من مصادر متنوعة وهي التفكير في الدخول في مجال المهنة وإنشاء مؤسسة مهنية التفايز بين ما هو مقبول أو غير مقبول وما هو صحيح أو غير صحيح وهي نوع من أنواع السلوك وتهزيب النفوس ووجود فضائل السؤال هنا أخلاقيات وقيم المهن هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والوسوس والضوابط والقواعد التي تتشكل من مصادر متنوعة العبارة صحيحة عن خطأ العبارة صحيح أخلاقيات وقيم المهن دي حاجات بيتم اجتسابها من المجتمع في بعضنا بنتربع عليها والبعض الآخر ما بيكونش عنده علم بيها فالأخلاقيات دي بتكبر معانا لما بنتهم بمهنة معينة يعني ندخل في شغل معين أو في وظيفة معينة في مكان ما الأخلاقيات دي بتؤثر علينا إيجابي فبالتالي بنقدر نطبق أخلاقيات المهنة بيبقى سهل وبسيط علينا تطبقها عكس النوع الثاني من الناس اللي معندهم مش أخلاقيات فيبقى صعب أو يتطبيق القيم الأخلاقيات دي عليهم بيجدوا صعوبة في تطبقها وبيجدوا صعوبة في تنفسها فبياخذوا طويل جدا وعليما السلوكيات بتاعتهم بتتغير وبيتодар تطبيق أخلاقيات وقيم المهن أهمية بعد كده أهمية وأخلاقيات قيم وقيم المهن واحدة التعرف على توصيف نطاق وأبعاد وخصائص أخلاقيات وقيم المهن الرئيسية في المجتمع اتنين التعرف على طبيعة وخصائص العلاقة بين أخلاقيات وقيم المهن الرئيسية في المجتمع واخلاقيات وقيم العمل في منظمات الاعمال تلاتة التعرف على منهج لبناء ايطام وتكامل اخلاقيات وقيم المهن اهمية اخلاقيات وقيم المهن صفة عامة بتعرفنا هي القيم والاخلاق اللي موجود داخل المؤسسة وداخل المجتمع وبتعمل على الربط بينهم بحيث ان يبقى سهل تطبيقها في المؤسسة وسهل تطبيقها على الافراد السؤال هنا من اهمية اخلاقيات وقيم المهن التعرف على توصيف مطاق وابعاد وخصائص اخلاقيات وقيم المهن الرئيسية في المجتمع فقط العبارة خاطئ بعد كده مجالات اخلاقيات وقيم المهن يعني المهن اللي موجود فيها اخلاقيات وقيم جميع المهن اللي موجودة على الارض فيها اخلاقيات وقيم ولكن في بعض المؤسسات تستطيع تطبيق ذلك بسهولة والبعض الاخر يجد صعوبة في تطبيق اخلاقيات وقيم المهن زي هذه المجالات دي عندنا المجالات اللي بتطبع اخلاقيات وقيم المهن عندنا في الطب والتجارة والمحاسبة ومهنة التدريس او التعليم وقيم اخلاقيات وقيم الاستاذ الجميع تدريس الجميع اخلاقيات وقيم مهنة الهندسة وأيضا مهنة التسويق والبيع ومبيعات ومهنة العلاقات العامة ومهنة الشراء والتغزين وتدريب والتنمية البشرية يبقى جميع المهن الموجودة في أي مؤسسات في الدنيا موجود فيها أخلقيات وقيام تطبق السؤال هنا من مجالات أخلقيات وقيام المهن أو تقتصر مجالات أخلقيات وقيام المهن على مهنة الطب والتغارة فقط العبارة خاطئ ثانيا أخلقيات وقيام المهن من واقع المؤسسات والأفراد وتشمل أخلقيات وقيام المهن لا تقتصر على التزام ومارسة المهنة بالتزامات معينة أو قرارات تنظيمية ودرية فقط 2 وضوح وعمق العلاقة بين أخلاقيات وقيم المهن ومقاومات التنمية 3 أخلاقيات قيم المهنة تعتبر دور وسيد بين أخلاقيات العامة في المنظمات وأخلاقيات وقيم المهن 4 عدم وضع أطر إخلاقي يترتب عليه تلقائياً نماء وتأصيل أطر إخلاقية وجود أخلاقيات وقيم العمل في المهن أحد أهم دعمات بناء وتفعيل أخلاقيات وقيم العمل في منظمات العمال التسع مفهوم المهنة ليجتمل كل الوظائف أخلاقيات المهنة تتمثل فيما يلتزم بها الممارسون للمهنة من مبادئ وأسس ومعايير أخلاقيات المهنة تطبط سلوك أصحاب المهنة تتحدد أخلاقيات المهنة وفق اعتبارات معيينة تتعلق بنوع المهنة وخصائصها وبيئاتها الخارجية وخصائص العاملين بها تدوين أخلاقيات المهنة في وصيقة معلنة يحقق منافع متنوعة ممارسة المهن وفق أخلاقيات وقيم مهنية مشتركة يدعم منظمات العمال يبقى عندنا بعض النقاط السؤال هنا صحة أو خطأ؟ أخلاقيات وقيم المهن من الواقع المؤسسات والأفراد وضوح وعمق العلاقة بين أخلاقيات وقيم المهن من قومات التنمية فقط عبارة خاطئة أن عندي حاجات كثيرة عندي 11 نقطة أن هي ما بتختصرش على التزامات معينة داخل المهنة أو داخل القرار معينة أو في إدارة معينة بل هي تجتمل على الحياة وصفة عامة وفي علاقة كبيرة جدا وعلاقة قوية جدا بين أخلاقيات وقيم المهن ومقاومات التنمية وعندنا أيضا علاقة قوية جدا بين أخلاقيات وقيم المهن داخل المؤسسات وأخلاقيات وقيم المهن خارج المؤسسات أو في المجتمع وعندنا إذا كان ما فيش حطر أخلاقي داخل المؤسسة أو داخل النظام فده بيترتب عليه وجود سلوكيات لأخلاقية وبيتم تنمية ذلك التسع مفهوم المهنة ليجتمل كل الوظائف كل الوظائف مفيش وظيفة اللي هو اسمها مهنة حتى الحاجات الحرفية برضو اسمها مهنة بيبقى فيه ممارسات للمهن وفق أخلاقيات وقيم مهنية مشتركة بتدعمها منظمات الأعمال وبتدعمها الحكومة بعد كده المؤشرات الإيجابية فيه مؤشرات إيجابية ومؤشرات سلبية المؤشرات الأجامية في وقع أخلاقيات وقيم المهن واحد اهتمام الباحثين المتخصصين بتناول أخلاقيات المهن ومحاولة بناء أطر أخلاقية للمهن اهتمام ممارسة المهنة بوجود دستور أخلاقي وجود كتب معنية يتم الرجوع لها لمعرفة ما هو الصحيح وما هو الخطأ الالتزام من الجهات الحكومية بأخلاقيات وقيم المهن الاهتمام من جميع الأفراد داخل المنظمة بأخلاقيات وقيم المهن السؤال هنا تقتصر مؤشرات الإيجابية في واقع أخلاقيات وقيم المهن على اهتمام الباحثين ومتخصصين فقط العبارة خطأ ولما نقول هنا اهتمام الباحثين ومتخصصين بتناول أخلاقيات المهن ومحاولة بناء قطر أخلاقيات للمهنة يعني بيتم دراسة الموضوع ده اه وصور كتب فيه ونشر المقالات عنه وعمل دوريات وعمل مؤتمرات وبيهتم اه ممارسة المهنة بوجود دستور أخلاقي داخل المنظمة اه وجود كتب ده من خلال الباحثين وغيره اه الالتزامات من الجهات الحكومية بأخلاقيات وقيم المهن تصدر قوانين وشريعات آآ صارمة في حدود آآ عادات والتقاليد والسلوب اللي ماشي بيه ايه ونظمة داخل المجتمعات وطبعا ده بتختلف المجتمع للمجتمع عندنا مثلا في آآ من انواع الفساد الموجود زي الرشوة لما بيتم اثبات زيلك على الموظف تم تحويل النيابة الإدارية وبيتقف على العمل معنى ده معنى كده ان الحكومة بتساعد الموظمات في تطبيق آآ اخلاقيات وقيم المهن وبالدعم ده ولازم عندي في الموظمة كل الافراد يهتموا بتطبيق اخلاقيات وقيم المهن مش مجموعة مجموعة لا بعد كده المنشرات السلبية وضوح وتنامي ظاهرة الممارسات اللا اخلاقية وانتشارة في ممارسات كتير داخل المنظمات وخارج المنظمات ودي بتكون من افراد غير اخلاقيين يعني غير سويين في تصرفاتهم وسلوكياتهم فبالتالي لما بيمتحنوا مهنة معينة بيبقى صعب تطبيق الاخلاقيات عليهم واخلاقيات وقيم المهن ما بيدروش ينضبطوا بيها فبالتالي دي بتتنامى من السلوكيات اللا اخلاقية بتبقى ظاهرة تماما فبالتالي اللي بيجي يستخدم خدمة معينة أو يستخدم سلعة معينة من الناس دي أو من الاشخاص دي من خلال التعامل معاهم بيتعلم منهم الفساد أو بيتعلم منهم السلوك اللا اخلاقي نين تزايد الحديث من المواطنين عن ظاهرة التساع نطاق الممارسات اللا اخلاقية وطبعا الاعلام ليه دور هنا لانه بيتم انتشار الاشياء الغير اخلاقية أو السلوكيات وممارسات اللا اخلاقية تلاتة التطور التقني وارتفاع المستوى الابداع والابتكاري قدى الى وجود ممارسات لا اخلاقية التطور التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي فتح كل حاجة فبالتالي فيه ممارسات لا اخلاقية تطور التكنولوجي وتطور التكني الموجود حاليا سهل الممارسات اللا اخلاقية اربع وضوح ظاهرة عالمية وبعض الممارسات اللا اخلاقية في المهن مع تزايد الجهود الرسمية لموجهة الممارسات اللا اخلاقية تزداد الممارسات اللا اخلاقية عدا موجود اتفاق واضح بين الكتابات حول مفهوم اخلاقيات المهن وخصائصها ومكوناتها والية بناءها يعني ما فيش علماء اتفعوا أو باحثين اتفعوا على مفهوم محدد لاخلاقيات المهن تشتت الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة الممارسات اللاغخلاقية عندنا ممارسات اللاغخلاقية في جميع المؤسسات وجميع المنظمات وجميع الإدارات في جميع المجتمعات فهي الإدارة أو المنظمة أو الحكومة هتواجه ايه ولا ايه؟ من كسرتها بيصعب مواجهته غياب الرؤية الاستراتيجية ومنهج التفكير الاستراتيجي تكرار الحديث عن وجود علاقة ارتباطية بين الممارسات اللاغخلاقية في المهن وتلك الممارسات اللاغخلاقية المترقة يعني ما بيبقى فيه مؤسسة فيها ممارسات لا أخلاقية بالصفة مستمرة أو بعلها فترة طويلة شغالة بالنظام ده لما بتيجي الحكومة تطبع عليها ممارسات أخلاقية أو تطبيق القيم الأخلاقية داخل المهنة بتصعب تطبيق فبالتالي أن الأسر اللا أخلاقيات المترقمة بتصعب تطبيق قواعد وقوانين وسليب وسلوكيات أخلاقية بعد كده تأثير مؤشرات الممارسات اللا أخلاقية في المهنة على فرص التنمية واحد ضعف الثقة في أخلاقيات وقيم أصحاب المهنة الأساسية وفي من يمثلون الرموز أو القدو طبيعا إحنا لو عارفين إن في شخص معين في مكان ما بيتمع سلوكيات غير أخلاقية ودي بتبقى واضحة عليه ما بيقعش عندنا الثقة فيه للتالي إحنا ما بنروحش أو لا نقدم على هذا العمل أو الخدمة دي أو السلعة دي عمتلا ما بنبقى راحين نشتريها فبالتالي ده بيضع في الثقة فهنا بتيجي فيه تأثير على التنمية مبتلا ندرش بقى ننمي المجتمع وبرضو لو فيه حد بنعتبره قيده قدامنا وفجأة صدر عنه سلوك لا أخلاقي أو تصرفات لا أخلاقية خلص من الثقة بتقل اتنين تعميق الرغبة ولا استعداد لممارسة للممارسات لا أخلاقية لدى متلق الخدمة أو السلعة لما حضراتكم بتدخلوا أي من الزمة فيها مثلا حد بيرتشي من كتر منتوا بتتعاملوا مع الناس دي غصبا عنكم في بعض خدمات انتوا محتاجينها فبالتالي بيجي لكم شعور تلقائي كده ان خلاص الأمر بقى عادي هو أول مرة كان صعب بعد كده الأمر يعني بدأ صعب تتقل بعد كده خلاص الأمر بقى عادي خالص انت كلما تدخل مكان عايز تخلص فيه خدمة تبدأ ترشيله قدامك وده سلوك لا أخلاقي بس انت عشان تعملت مع أول موظف بالشكل ده أول حد انت قابلته بالشكل ده وطبعا مش كل الموظفين مرتشين يعني أنا بذكر مثل الفساد ان في بعض الموظفين كده فبالتالي انت لما تعملت ولايت ان الرشوة بتسهل الموضوع فبدأت تتعامل بده مع أغلبية الناس اللي ماشي بالمظام ده فبالتالي بقى عندك يقين دخلي من كتر من انت خلاص بقيت شايفك ده بسهل حياتك ان ده بقى ده أمر عادي ما فيهوش بقى مشكلة وخلاص انت بعد كده لما تمتهم مهنة معينة هتعمل زيهم فهو ده الموصول بتعميق الرغبة والاستعداد اللي مرسط لها أخلاقية لده متلق الخدمة أو السلح العقوبات والقيود وإضاءة الفرص التي يمكن أن تساهم في تنميات المجتمع يعني بدلا من الحكومة تركز في تنمية المجتمع هي بتركز ازاي تنهي الفسادة وازاي تنهي السلوكيات اللي أخلاقية اللي موجودة وتطبق قيام أخلاقيات المهنة اهدار الموارد وعدم تحقيق الهداف نمو الشك والريبة في أصحاب المهنة تنامي إدراك على أفراد بأن غالبية الموارسات اللي أخلاقية تتم تحت اصطلاحات أخلاقية مصطلعة السؤال هنا من تأثير مواشرات الممارسات اللي أخلاقية في المهنة على فرص التنمية وجود ثقة في أخلاقيات وقيام أصحاب المهنة الأساسية العبارة خاطئة ضعف الثقة في أخلاقيات وقيام أصحاب المهنة بعد كده تصورات عامة لبناء وتفعيل أخلاقيات وقيام المهنة وتشمل ضرورة اهتمام المؤسسات العلمية والبحثية بعلم أخلاقيات وقيام المهنة يعني المفروض يعملوا منشورات أكتر من كده سواء مقالية أو أبحاث وتنشر في الصحف والمجلات ضرورة التنسيق والربط بين الجهود الرسمية والغير الرسمية في إعداد الأطر الأخلاقية للمهنة يعني كله يعمل كل المنظمات سواء عامة حكومية خاصة كله يعمل على تطبيقها وإنشاءها وإنهاء الفساد بصفة عامة تحديد وإنشاء كيان تنظيمي يجمع بين الجهاز الحكومي والمؤسسات المدنية ودي مهمة جداً في المجتمع بتاعنا تفعيل دور كيانات ذات العلاقة بمتابعة الالتزام بالأطر الأخلاقية للمهنة والالتزام باشتراطات معينة عند مزاولات المهنة أن تكون المشاركة في دورات تدريبية في مجال بناء وتطبيق الأطر الأخلاقية أحد اشتراطات الترقية يعني ياخد دورات تدريبية منه بينمي نفسه في تطبيق أخلاقيات وقيم العمل علشان يترأى هو طلع وظيفة جديدة لازم يفاهم أخلاقيات وقيم العمل مفروط تتطبق في الوظيفة دي فلما بياخد دورة تدريبية فيها دي بتكون من شروط الترقيات بتاعته أن يكون الالتزام بأخلاقيات وقيم المهن أحد مكونات عقد التوزيع زي ايه؟ زي الصحيفة الجناية دي بتثبت الحالة بتاعتك سلوكك كان ايه في الفترة السابقة وبناء على ذلك بيتم توظيفك لو أثر أو كان فيه أثر لأي سلوك غير أخلاقي سابق ظهر فيها اللي يتم توظيفك فدي برضو الحاجات المهمة بعد كده منح شهادة الالتزام بأخلاقيات وقيم المهنة للمنظمات أو المؤسسات المهنية كل مؤسسة لازم يبقى فيها شهادات بتثبت أن هي بتلتزم بأخلاقيات وقيم المهنة وبتطبقها وأن الأفراد الموجودين داخل المنظمة بيتطبقوا أخلاقيات وقيم المهنة بعد كده أعداد مشروع قامي ومتكامل على مستوى الدولة لتقوين ثقافة أخلاق مهنية رابعا التنمية ومقاومتها وأخلاقيات المهن مفهوم التنمية المستلامة هي تنمية الفرد فكرياً وصحياً ودينياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً ويرادياً وغيرياً وهي إحداث تغيير متواصل مستمر في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لرفع وتحسين مستوى الدخل السؤال هنا التنمية المستدامة هي تنمية الفرد فكرياً وصحياً ودينياً وسياسياً واجتماعياً العبارة صحيحة أو هي إحداث تغيير متواصل مستمر في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لرفع وتحسين مستوى الدخل العبارة صحيحة زواهر مهنية لأخلاقية مؤسرة على عملية التنمية يعني يعني بينشوف أشخاص في المهم معينة ليهم سلوكيات غير أخلاقية يعني ما بندخل كده وليه موظف بيعمل تصرف ما ما بنرتاحش فيه خلاص هو ده سلوك غير أخلاقي وبيبقى واضح أنه غير أخلاقي زي يجي زي الطبيب الذي يدخل أمام مرضى أو المعلم اللي بيطلع وبيصرب الامتحانات لبعض الطلاب أو اللي بتاخد عند دروس غصية مثلاً دون الآخرين ضابط المرور اللي ما بيلتزمش بقواعد المرور يعني بيخالف المرور بيعديه معلمة زي أو الصائق اللي بيبقى سايق بطريقة شوية وبيخالف المرور أو المنتج يعني بيصنع السلعة بيقلتها ويبقىها لعنها أصلي موظف الحكومة اللي بيخالف الأنظمة والقواعد زي ما قلنا من شوية سواء رشوة أو فساد عام كل ده بيخل بقواعد العمل وقواعد تطبيق أخلاقيات وقيام العمل وغيرها فيها أمثلة كتير موجودة عندكم في الكتاب غير دي السؤال من الظواهر المهنية لأخلاقية مؤثرة على عملية التنمية الطبيب الذي يدخن أمام مرضاه والمعلم الذي يفسح عن الاختبارات لبعض طلاب دون الآخرين العبارة صحيحة رابعنا الإطار الاستراتيجي لبناء أطر أخلاقية للمهن أو للمهن وحمايتها وصيانتها هنتكلم فور نقطة من كونات بناء أطر أخلاقية للمهن وحمايتها وصيانتها بيتم من خام مجموعة من النقاط الرئيسية متفرعة منها نقاط فرعي ألف تحقيقة الأطراف المعنية لممارسة الإدارة الاستراتيجية يعني بهاي الأطراف المفروض هتطبق وهتمارس الإدارة الاستراتيجية ده هيحتاج تعميق اقتناع الأطراف المعنية وبناء استعدادات وتنمية قدرات الأطراف المعنية بقناعهم أن الممارسة أو الممارسة الإدارة الاستراتيجية ده شيء مهم جدا علشان أقدر أطبق أخلاقيات العمل أخلاقيات وقيام المهن ولازم هم يكون عندهم استعداد وتنمية يبقى مقتنعين وعندهم استعداد وبينموا نفسهم به مواجهة وتقويم الرصيد المعرفي والجهود السابقة في أعداد أخلاقيات المهن وده بيتم إزاي؟ من خلال دراسة وتقويم الكتابات تحليل الجهود العملية استطلاع عراء وتصورات المتخصصين التعرف على تجارب الآخرين في مجتمعات أخرى جيم تشخيص الوضع القائم وعلشان نشخص الوضع القائم ده بيتم من خلال تحديد المهن التي لم يسبق وضع أطر أخلاقيات ممكن يكون عندي في المجتمع مهن ما طبقتش قبل كده أخلاقيات وقيم العمل أو المهن بحدد وأوصف نقاط الضع سواء في المهن التي طبقت الأخلاقيات أو في المهن التي لم تطبق الأخلاقيات ده لدراسة وتحليل عناصر البيئة الخارجية في المهن وده بيتطلب تحديد الأطراف الرسمية والغير رسمية تحديد الخصائص الثقافية والاجتماعية مجموعة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية هي تحديد رسالة وأهداف المهن ويتطلب ذلك وضع رسالة معينة لكل مهنة يعني كل مهنة تبقى عارفة هي تم إنشاءها ليه وهتعمل ايه تحديد أهداف دقيقة بحددناها أهدافها اللي هتمشي عليها تحديد الفئات المستهدفة هو العمل ده موصود منه مين أو تقديم خدمة أو سالة عن مين بالزبط تحديد مواصفات ومعايير الجودة وده اللي هتمشي عليه علشان تستمر بعد كده هو تحديد نطاق ومجالات المهنة وده بيتطلب وصف أنشطة ومهام المهنة والخدمات المتاحة وتحديد الأنشطة داخل المنظمة يه توفير مقاومات ضمان جودة أخلاقيات المهنة وده تطلب ذلك وضع نظام لمتابعة الالتزام بأخلاقيات المهنة وتطبيق سليب التحفيز الإيجابي أو السلبي لموارسات المعنية ومتابعة المستجدات في نطاق ومجالات وبيئة المهنة وعناصرها وتطوير دليل أخلاقية الجودة تعرفها هي تحقيق رغبات وطموحات وأمال لعاملين حسب الإمكانيات المادية والبشرية وهي تحقيق رغبات العميل حسب إمكانيات المنظمة السؤال يقصد بالجودة هي تحقيق رغبات وطموحات وأمال لعاملين حسب الإمكانيات المادية والبشرية العبارة صحيح من مقاومات تفعيل أخلاقيات المهن تحقيقة الأطراف ذو العلاقة وتشمل تحقيقة معنوية سلوكية تحقيقة تنظيمية إدارية تحقيقة فنية تخصصية بتوفير نظام معلومات عن المهنة وأخلاقياتها جيم الاستمرارية والالتزام بها ده الالتزام بأخلاقيات المهنة كقاعدة أساسية بناء الثقة الأخلاقية وبعد كده محددات أخلاقيات وقيم المهنة تنمية ثقافية لأخلاقيات وقيم المهنة الأشخاص المستهدفين داخل المنظمة لديهم يكون لديهم أخلاق بيئة يتوافر فيها أخلاقيات وقيم المهن تقليل الصراع بتوفير أخلاقيات وقيم المهن داخل المنظمة اخلاقيات وقيم المهن بتبدأ من الصغر بنتربى عليها ببيئة ان احنا يكون فيها اخلاقيات بننشأ في بيئة فيها اخلاقيات بتكبر معانا مجرد ما بنلتحق باي وظيفة بيبقى سهل علينا تطبيق اخلاقيات المهن اخلاقيات وقيم المهن اللي بندخل من اخلاقنا في بيوتنا وفي مجتمعنا بنبقى عارفين لما ندخل المهنة دي او وظيفة دي او المؤسسة دي هنبقى عارفين ان فيها قيم واخلاق معينة لازم تتطبيق فبنتبقى سهل علينا تطبيق فنبدأ نعرف ايه هي الاخلاقيات دي والقيم بحيث يبقى سهل علينا بعد كده تطبيقها اللي عايز يشتغل في اي مكان معين او محدد من دلوقتي مكان يشتغل فيه او محدد وظيفة معينة يبدأ يدرس ايه الاخلاقيات والقيم المتطبقة فيها ويشوف بصفة عامة ايه معايير الاخلاقيات اللي موجودة داخل المؤسسات يبدأ يدرسها من دلوقتي ويبدأ يتعرف عليها ويبدأ يطبقها في حياته والى هنا انتهى السكشن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته